الجامعة الافتراضية السورية مقرر المصارف والتشريعات المصرفية لمؤلفين الدكتور محمد سامر عاشور والدكتور هيفون الطاص الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان الحساب الجاري يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة أي من الصفحات السيتون حتى الواحدة والسبعون تقدمت مبادر الضوء بصوت مايا البرازي الملخص يفترض الحساب الجاري وجود علاقة بين طرفين بمقتضى عقد يدوم فيما بينهم على نحو تستمر هذه العلاقة وتتشابك حيث يتم إرجاء استحقاق جميع الحقوق والديون بينهما إلى تاريخ إقفال الحساب وتمييزه عن الوديعة وخصائص الحساب الجاري وأنواع الحساب الجاري ونطاقه وشروط الحساب الجاري وعناصره وآثار الحساب الجاري وانتهاءه ووقف الحساب الجاري وإقفال الحساب الجاري وما ينجم عن ذلك من آثار الأهداف التعليمية في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على تمييز مفهوم الحساب الجاري وأنواعه وشروطه وآثاره ووقفه وإقفاله بيان القواعد التي تتصل بآثار إقفال الحساب الجاري مفهوم الحساب الجاري وأنواعه يفترض الحساب الجاري وجود علاقة بين طرفين بمقتضى عقد يدوم فيما بينهم على نحو تستمر هذه العلاقة وتتشابك حيث يتم إرجاء استحقاق جميع الحقوق والديون بينهما إلى تاريخ إقفال الحساب ويعتبر الحساب الجاري وليد العرف التجاري عندما أتاح لشخصين فرصة يتبادلان لمناسبتها دفع مبالغين المال بشكل منظم متفق عليه وتكون عملية المحاسبة فيما بينهما مؤجلة إلى وقت يحددان أجله أو إقفال هذا الحساب وتجري بين مدفوعات كل منهما مقاصة تبين حقوق كل منهما في مواجهة الآخر ومع أنه ليس هناك شكل معين للمحاسبة بين طرفي الحساب إلا أن إجراء المحاسبة يتم تبقى للقواعد العامة في مواجهة الآخر تعريف الحساب الجاري وتمييزه عن الوديعة أولاً تعريف الحساب الجاري عند الفقه يرى البعض أن الحساب الجاري يعاد أداة لتشوية العمليات المتبادلة بين طرفيه وهو ضمان لحقوق كل منهما تجاه الآخر باعتباره نوعاً خاصاً من الحسابات المصرفية ولا يقتصر الأمر فيه على مجرد تنسيل العمليات التي تفيد مثلاً مادياً وبمقتضى ذلك عرفوه بأنه عقد تعهد لمقتضاه طرفان لتحويل كافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العمليات المتبادلة بينهما إلى بنوت في الحساب تتقاضى بينهما تباعاً بحيث لا يتحدد مركز أي منهما إلا عند إقفال الحساب ومعرفة الرصيد النهائي الذي يعد هو الدين المستحق لأحدهما على الآخر ثانياً موقف المشرع من تعريف الحساب الجاري أوضح المشرع السوري ما يعنيه الحساب الجاري بالنص على ذلك بالمادة 181 من قانون التجارة فقال يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأسناد تجارية قابلة للتنبيك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما يسلمه له بكل دفع على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء ويدل توضيح المشرع للحساب الجاري بأنه عقد تتوافر فيه كل أسباب إنشاءه وأركان إبرامه وأحكام آثاره على أساس أنه يتوقف على إرادة المتعاقدين بأن يجعله شاملاً لكافة معاملاتهما أو يقصره على نوع واحد معين حيث يعتبر من يسلم أحدهما للآخر مالاً دائناً له بعد قبضه إذا كان من النقود وبعد تحصيل قيمته إذا كان أسناداً تجارية وبناء على ما تقدم يمكن القول أن الحساب الجاري هو العقد الذي يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيد في حساب واحد الديون الناشئة عن العمليات الجارية بينهما بمدفوعات متبادلة ومتداخلة على سبيل التمليك تكون حقوقاً للدافع وديوناً على القابض دون أن يكون لأي منهما مطالبة الآخر إلا عند إغلاق الحساب وذلك بإجراء تسوية شاملة لاستخراج الرفيد النهائي تمييز الحساب الجاري عن الوديعة المصرفية يمكن القول أن كلاهما حساب يضم مفردات بين طرفين إلا أنهما يختلفان في أن الدفعات التي تقيد في الحساب الجاري تفقد كيانها الذاتي وتندمج في مجموعة واحدة لا تتجزأ بينما تحافظ الدفعات على استقلاليتها وذاتيتها في حساب الودائع وعلى الآثار المترتبة عليها والضمانات الخاصة بها كما تقدم معنا سابقاً وينتج عن ذلك أن كل دفعة يمكن أن تكون موضوع نزاع مستقل ودعوة خاصة بها بعكس الدفعات المقيدة في الحساب الجاري التي لا يمكن أن تكون منفردة موضوعاً لدعوة مستقلة فالحساب الجاري بين تجار أو بين تاجر ومصرف بينما الوديعة هي بين مصرف وعميل وقد يتضمن الحساب الجاري فتح اعتماد لمصلحة العميل تقيت فيه قيمة الاعتماد وعند إذن يستطيع العميل عند إجراء مدفوعات في الحساب أن يستفيد من الاعتماد المستوح فيكون له حق إجراء سحوبات جديدة في حدود الاعتماد بينما لا يتضمن حساب الودائع بصورة عامة فتح اعتماد من قبل المصرف لمصلحة العميل لأن الحساب بين المصرف والمودع عادة ما يكون له طابع الاستهلاك وليس الانتاج ننتقل الآن إلى خصائص الحساب الجاري أتاح العرف المصرفي للبنك وعميله أن يتبادل دفع مبالغ من المال في شكل حساب جاري عندما تكون بينهما علاقات مستمرة ويتم تصفية الحساب بينهما بمقاصة إجمالية بدلا من تجزئة المحاسبة وإجراء المقاصة أولا بأول والمقاصة الإجمالية تعني تصفية الحساب بين مجموع مبالغ كل من الطرفين وقت إقفال الحساب بدلا من تجزئة المحاسبة بعمل المقاصة أولا بأول وهو ما يعني اندماج حركات الحساب الدائنة والمدينة حيث تفقد كل حركة دائنيتها بما لا يكون الدافع دائنا والقابض مدينا طالما بقي الحساب مفتوحا وهذا ويمتاز الحساب الجاري بخصائص لا تتوفر في عمليات البنوك الأخرى وهي استمرار علاقات البنك والعميل طيلة فترة التعامل بهذا الحساب بالإضافة إلى ما يتوافر في هذا الحساب من شروط وعناصر لا تتوفر في عمليات أخرى وهكذا فإن خصائص الحساب الجاري يمكن إجمالها فيما يلي أولا يسهل تصفية العمليات التجارية بين طرفيه ثانيا لا يقتصر الحساب الجاري على العمليات المصرفية إذ من الممكن أن يتم فتح الحساب الجاري بين التعجيرين لا يكون أحدهما بنكا ثالثا يتسع الحساب الجاري ليشمل كافة عمليات طرفيه ويضيق ليشمل نوعا معينا منها رابعا يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد خامسا تفقد المدفوعات في الحساب الجاري كيانها واستقلالها لتندمج في مجموعة واحدة لا تتجزق سادسا وأخيرا تشابك المدفوعات حيث يتخلل بعضها بعضا وتكون مدفوعات كل طرف مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر قد يكون الحساب الجاري مكشوفا من جانب واحد أو مكشوفا من جانبين ويكون مكشوفا من جانبين إذا كان من الجائز بحسب الاتفاق أو العادة أن ينتهي ميزان الحساب بأي لحظة إلى رصيد دائن بالنسبة لأحد طرفين أو رصيد مدين بالنسبة له أي احتمال مديونية للطرفين أما المكشوف من جانب واحد فهو الذي يكشف في أي لحظة عن رصيد مدين لأحد الطرفين بالذات دون الآخر كالوديعة في حساب جاري دون أن يعطي المصرف للمودع ائتمانا فالمصرف مدين بمبلغ الوديعة ولا يجوز أن يسحب أكثر من الوديعة أي أن المديونية في جانب المصرف دون العميل أما في حال فتح الاعتماد في حساب جاري يكون العميل مدينا للمصرف إلا إذا دفع العميل في الحساب مبلغا يفوق مبلغ الاعتماد فيصبح المصرف مدينة للعميل ويصير الحساب مكشوفا من الجانبين يفتح الحساب الجاري لتسوية عمليات معينة تتم بين طرفين والقاعدة هي عمومية الحساب الجاري وشموله كل العمليات التي يبرمها طرفا فيما بينهما إلا أنه قد لا يتسع لكل العلاقات القانونية الناشئة بينهما فيخرج منه بعضها كما أن دخول الأوراق التجارية الحساب الجاري يخضعه لأحكام خاصة ووفقا لقانون التجارة يتوقف شمول الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعله شاملا لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط كما يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات فيمكن للطرفين أن يحددان طاقه بقصره على بعض الحقوق والديون التي تنشأ بينهما وفي هذه الحالة لا يشمل الحساب إلا ما تم الاتفاق عليه أما إذا لم يحدد الطرفين طاقه فالرأي مستقر أنه عام يشمل ما يدخل في توقع الطرفين ويشمل كل الديون التي تنشأ بين طرفين ولا يكون لأحد طرفي بإرادته المنفردة أن يمنع دينا من دخول الحساب لأن دخول الدين الحساب قد يفيد المدين كما قد يضره فدخول الدين الحساب حق لأحد الطرفين وواجب على الطرف الآخر وليس معنى عمومية الحساب وشموله وكل الديون بين الطرفين أن كل طرف ملزم أن يتعامل مع الطرف الآخر بل لكل منهما الحرية في أن يتعامل أو لا يتعامل مع عميله ولهذا الأخير أن يقبل أو يرفض التعامل فللعميل مثلا أن يعطي المصرف أوراقا تجارية للخصم أو لا يعطيه ولكن إذا أعطاه ونشأ بينهما حق يمكن إدخاله الحساب فإنه يدخل حتما ولكل طرف إجبار الآخر على إدخاله للحساب ولا يجوز للمصرف خصم مبلغ تم قيده بالخطأ في حساب عميل لديه إلا بموافقة عميله في حال عدم ورود نص صريح في عقد فتح الحساب يتيح للمصرف اتخاذ هذا الإجراء وقد نص قانون التجارة أنه إذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى وانخفضت قيمته تم إلغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعا لذلك وهناك قيدان على مبدأ العمومية هما الإرادة الضمية حيث إن الحساب الجاري نظام نشأ بين التجار ولحاجات وهو استثناء يقوم على إرادة الطرفين الضمية كذلك يمكن للطرفين بالإرادة الصريحة استبعاد أي دين من الحساب باتفاق سابق أو مرافق عند تسليم البضاعة أو تظهير السند التجاري وكذلك بتاريخ لاحق شرط أن لا يضر بمصالح الغير شروط الحساب الجاري وعناصره ألف شروط الحساب الجاري عقب الحساب الجاري رضائي ينبرن بأركان ثلاثة الرضا والمحل والسبب على نحو يتم توثيقه بين طرفيه بالتوقيع عليه ليكون وسيلة إثبات للشروط التي التثق عليها والتي تمثل ارتزام كل منهما في مواجهة الآخر وتسمى هذه الشروط بالشروط العامة وهناك شروط أخرى يتعين تواثرها وتخص الحساب الجاري في جهة المدفوعات وطبيعتها وكذلك فيما يتعلق بنظامه ونستعرض الشروط العامة في الحساب الجاري كعقد طبيعة خاصة والشروط المتعلقة بالمدفوعات فيه ونظامه باعتبارها الشروط الخاصة في الفقرتين التاليتين أولا الشروط العامة تشمل الشروط العامة في عقد الحساب الجاري رضاء طرفيه سواء كانا طبيعيين أم حكميين ويكون هذا الرضاء صادرا عن شخص يتمتع بالأهلية التجارية على نحو ما نص عليه القانون المدني لغايات سن الرشد بالنسبة للشخص الطبيعي وإلا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض عدم الأهلية كالجنون والعده والسفه ولا يشوب رضاه عيب يجعله غير حر في الاختيار كعيب الإكراه والغبل والغلط وبالنسبة للشخص الحكمي فيضر الرضا من ممثله القانوني ويتعين أن يكون لهذا الممثل سلطة في التوقيع عن الشخص الحكمي بالإضافة إلى وجود توافر شروط الشخص الطبيعي عند ممثل الشخص الحكمي لجهة الشروط القانونية المتعلقة بالأهلية عقد الحساب الجاري ينبرن بين شخصين أو أكثر ليكون وسيلة لتسوية العلاقات بين طرفين ويكون كذلك عندما يكون العقد بين البنك من جانب وعدة أشخاص من جانب آخر ملاحظة تسمى هذه الصورة من صور عقد الحساب الجاري الحساب الجماعي بالتضامن ويكون هذا العقد برضا طرفيه على نحو قد يكون الرضاء صريحا وقد يكون ضمنيا وعندما يكون الرضاء صريحا فإنه يمنع كل اختلاف حول الاتفاق ويمكن أن يستخلص القاضي وصف العقد من مجمل ما يرد في اتفاق الطرفين ويقوم بالتكييف القانوني للعلاقة بشكل صحيح ولا يقف عند الوصف الذي يطرحه الطرفان أما إذا كان رضاء طرفي الحساب ضمنيا كأن يفتح البنك حسابا جاريا لأحد الأشخاص ولا يعترض الآخر فلا تتغير صفة هذا الحساب إلا إذا ظهر بوضوح أن أحد طرفيه لم يكن يقصد التعامل بالحساب الجاري أو إذا ظهر بأن كل طرفيه يعتبر نفسه دائنا أو مدينة بالنسبة لكل عملية مما يستنتج معه أن الحساب ليس جاريا وهذا ويستتبع رضاء أطراف عقد الحساب الجاري إجراءات يقوم بها البنك قبل فتح الحساب يتأكد بمناسبتها من شخصية طالب فتح الحساب وسمعته وأهليته من جهة أنه غير محجوز عليه وسلطته إذا كان ممثلا لشخص حكم ويكون للبنك حق رفض فتح الحساب عندما يلوح له أن ما قد يفعله ضار بالبنك أو بالغير كما لو فتح حسابا لشخص غير جدير بالثقة وتقدير ذلك يعود للبنك الذي يبرم العقود المصرفية وتكون شخصية العميل ملحوظة في العقد أي أن العقد يتصف بقيامه على الاعتبار الشخصي ومن متطلبات رضاء طرفي الحساب الجاري شرطة الالتزام بالمحافظة على السر المصرفي ويتضمن هذا الشرط أن البنك لا يملك حق كشف حقيقة الحساب للغير سواء بالاستعلام عن وجود حساب أو مقدار الرصيد ولا بد من رفض أي طلب بهذا الخصوص يمكن أن يتقدم به أي شخص من دائني العميل أو غيرهم وإن لهؤلاء حق مراجعة القضاء لإجبار البنك على تقديم المعلومات أما شرط المحل والسبب كركنين في عقد الحساب الجاري فلا بد أن يكون مشروعين ذلك لأن محل العقد إذا كان غير مشروع يكون العقد باطلا وكذلك بالنسبة لسببه إذا كان غير مشروع ثانيا الشروط الخاصة بعقد الحساب الجاري تمثل المدفوعات من أحد أطراف عقد الحساب الجاري أهم شرط فيه باعتبار هذه المدفوعات يتم إدخالها في الحساب بقيدها في الجانب الدائن أو الجانب المدين لكليهما بغرض تسوية العمليات فيما بينهما ويكون الدافع في مركز الدائن في حين يكون القابض هو المدين ويكون الدفع في الحساب بقيد المبلغ المدفوع في الجانب الدائن لحساب الدافع ويعتبر في الجانب المدين لحساب القابض ملاحظة في الحاشية عرفت دكتور علي جمال الدين عواض المدفوعات بالقوي المدفوعات إذن هو حق الدافع في مواجهة القابض وقد ينشأ المدفوع عن نقل ملكية شيء من الدافع للقابض ويمثل عند إذن حق الدافع في الثمن ولكنه ليس نقلا لملكية ولا نتيجة له وتكون مدفوعات الطرفين مادية وتكون قانونية وهي مادية عندما يسلم الدافع القابض مبلغا نقديا أو بضائع أو سنتات يتم قيد قيمتها في الحساب وهي قانونية إذا كانت حقا كسبه الدافع في مواجهة القابض كأن يقوم أحد طرفي العقد بأعمال الطرف الآخر أو يتحقق له فوائد لمبالغ مدعى لدى البنك كما تكون المدفوعات مباشرة وتكون غير مباشرة وهي مباشرة يتلقى فيها القابض القيمة من الدافع مباشرة ودون وساطة وتكون المدفوعات غير مباشرة عندما يتوسط شخص ثالث تمر من خلاله القيمة من الدافع إلى القابض كأن يدفع أحد الطرفين دينا على الطرف الآخر لشخص ثالث وعموما فإن المدفوعات التي تدخل في الحساب الجاري تشمل كافة العمليات ويتجدد ذلك بشرط العقد حسب اتفاق طرفيه ويتحدد وقت دخول المدفوع في الحساب من يوم قيده فعلا إذ بعد ذلك يتحول المدفوع إلى مفرد في الحساب ولأن المدفوعات في الحساب الجاري يجب أن تكون متبادلة فإنما يترتب على ذلك أنه إذا لم يتبادل الطرفان مركز الدافع والقابض فلا يعتبر المدفوع مدفوعا في حساب جاري لأنه لا يكفي لكي يعتبر الحساب جاريا أن تنصرف إرادة طرفيه إلى إنشاءه بل يجب أن تتوافر في الحساب فعلا أثناء تشكيل خصائصه وأهم هذه الخصائص تبادل المدفوعات بين طرفيه وحتى وإن لم يتحقق وقوع هذه الدفعات فعلا لأنه يكفي أن تكون الدفعات ممكنة وعليه فإن المدفوع الذي يدخل لحساب الجاري يتضمن نقل ملكيته إليه وليس للدافع استرداده في حالة إخلاس القابض كما يتم إدخال المدفوعات الحساب الجاري وقيده في الجانب الدائم من حساب الدافع وقيده في جانب المدين من حساب القابض ويشترط في هذه المدفوعات تماسكها ليسهل اندماجها في الحساب الجاري وأن تكون هذه المدفوعات معينة النقدار ومحققة الوجود بما يعني عدم المنازعة حولها هناك عنصران في الحساب الجاري أولهما عنصر النية ويعبر عنه بالعنصر القصدي وثانيهما عنصر يتعلق بتقديم المدفوعات في الحساب الجاري ويعبر عنه بالعنصر المادي أولا عنصر القصد في الحساب الجاري إن التقاء نية الطرفين على وضع قاعدة مشتركة تسوى بموجبها الحقوق والديون الناجئة بينهما بطريق الحساب الجاري هو العنصر القصدي ولهذا العنصر طبيعة خاصة تكمن في أن العقد ليس عقدا عاديا يقتصر على تبادل الرضا بين الطرفين بالنسبة للالتزامات فيما بينهما وإنما يشمل الأمر تكوين إرادتين متشابهتين اتجهتا إلى وضع نفس القاعدة فيما بينهما بما يعني انصراف نية كل من الطرفين لأعمال الحساب الجاري فيما بينه وبين الطرف الآخر ويتميز هذا العنصر بخاصية الاستمرار التي جاءت متناصقة مع طبيعة الحساب الجاري ولا تتوافر هذه الخاصية في عقود أخرى وهذه الخاصية لا تزول إلا بإقفال الحساب الجاري بمعنى أن نية الطرفين اتجهتا إلى استمرار طوال مدة الحساب بالنسبة للعلاقات القائمة بينهما وتستخدص النية من الواقع عندما لا تكون ظاهرة باتفاق من الطرفين صراحة والواقع الذي يدل على وجود هذه النية هو طبيعة العمليات المسجلة بين الطرفين لذلك فإنه إذا كان المقصود هو فتح حساب جاري فإن رضا ينصرف إلى فتح حساب له هذا الوصف أي إلى الأخذ بشروط الحساب الجاري وآثاره وأهمها التجديد وإرجاء تسوية العمليات أما إذا كان اتفاق الطرفين يظهر بشكل جلي اتجاه النية إلى تسوية حقوق وإلتزامات الطرفين من خلال حساب تقيت فيه مدفوعاتهما فإن الوصف لهذا الحساب بأنه جاري يأتي على أساس الاتفاق الصريح أما الاتفاق الضمني فلابد فيه من الاستنتاج لغاية استخلاص النية وهو ما تقوم عليه عملية الاستدلال والاستقراء والاستنباط عندما يتم تجميع وقائع العلاقة وتحري دوافع الطرفين وإقامة رؤيتهما للعلاقة التي أنشأها وبعد ذلك نستنبط الوصف المناسب لهذه العلاقة وهكذا فإنما يقصده أطراف عقد الحساب الجاري بأن يفقد كل مدفوع خصائصه بمجرد قيده في الحساب عندما يتحول إلى أحد عناصر الحساب الجاري يجعل ذلك من مميزات هذا الحساب لأن النية تستخدص من الاتفاق ذاته وتظهر جلية بتوافر الشروط الخاصة الواجب توافرها بالحساب لكي يوصف بأنه حساب جاري أما إذا انصرفت نية الطرفي الحساب بأن اعتبرا كل منهما نفسه دائنا أو مدينة بالنسبة لكل عملية فإن الحساب لا يعد حسابا جاريا ثانيا العنصر المادي في الحساب الجاري العنصر المادي هو الشرط المتعلق بالمدفوعات ذلك لأنه لا يكفي أن يتوافر عنصر القصد بتوافر النية عند الطرفين على التعامل بالحساب الجاري بل لا بد من أن تتجه هذه النية إلى إمكان تقديم المدفوعات داخل الحساب الجاري من جانب كل الطرفين وكذلك فإنه لا يكفي أن يقدم الطرفان المدفوعات على وجه التبادل بل لا أن تكون هذه المدفوعات المتبادلة متشابكة يتخلل بعضها البعض على نحو لا تبدأ مدفوعات أحدهما بانتهاء مدفوعات الآخر وإذا توافر وصف التشابك في المدفوعات صار وصف الحساب بأنه جاري ويعد العنصر المادي جوهريا لأنه يتمثل بوجود المدفوعات كحقوق في الحساب الجاري نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان الحساب الجاري ترجمة نانسي قنقر